اشتركوا في القناة احنا نتكلم نشوف اكبر مصنع دبابات في العالم اكبر مصنع دبابات في العالم زي ما انتم شايفين ونتكلم عن الامور اللي حصلة قدريوف يقول لنا توقف في اي مكان كل اوكرانيا لنا انها ارض روسية اعتقد هذا التصريح ردا على تصريح رئيس الاركان الامريكي اللي قال اني اذا يعني خسرنا اوكرانيا اذا هزمت اوكرانيا يضيع النظام العالمي القادم من 80 سنة من ايام الحرب العالمية التانية قال له اوكرانيا لنا ولا نتوقف في اي مكان دارد قوي من رئيس الشيشان قدريوف التلفزيون الروسي بيقول لك روسيا ستقرر عاجلا ام اجلا اطلاق صواريخ تفوق سرعة الصوت على مراكز صنع القرار في اوكرانيا يبقى ايقول لك احنا هيجي وقت ويضيق زراعا يعني روسيا تضيق زراعا باوكرانيا واتديها يعني بتطلق صواريخ اللي هي فارط الصوتية دايما قلت لكم بالامس اني روسيا عاملة داي واحد بيقول لابنه عيب ما تعملش كده عيب ما تعملش كده وابنه عمالي يعمل كده فهما بيقول لك احنا يعني ضيقنا زراعا بهذا يعني المستهد هذا المستهدر لنسكي ضيقنا زراعا به وقد نضرب مراكز اتخاذ القرار من قال هذا الكلام التلفزيون الروسي طيب سفير روسيا لدى الولايات المتحدة سفير روسيا لدى الولايات المتحدة بيقول روسيا لن تنوي ولا تخطط لاستخدام الاسلاح النووية في اوكرانيا هتستخدمها ليه هي تقدر يعني اه عنوان لكم دلوقتي هل يحدث انقلام في اوكرانيا ولا لا الشعب في اوكرانيا ضاق به الحال اه فهي يعني ضرب مراكز القوة والطاقة والاماكن ديها تجعل الشعب اصلا يهاجر من اوكرانيا فمش محتاجها اصلا اه يعني اه كل الكلام ده اسمع بها اللي جاي طلب اه رئيس ماكرون رئيس فرنسا طلب من البابا الاتصال برئيس بوتين والبتريارك كيريل والرئيس الامريكي جو بايدين لوقف الحرب في اوكرانيا اه ماكرون ليه كم يوم كده بيقول له خلاص الموضوع والاقتصاد احنا اللي رحنا في الرجلين والضحك علينا ولدي من الحرب دي توقف مين سامعه ولا حد سامعه هو يعني يعني يعتبر اعلى راس في العالم المسيحي هو البابا اه وقال له اطلب من البابا بتاع روسيا ومن الرئيس جو بايدين انه يوقف الحرب في اوكرانيا ماكرون يقول ايضا نحتاج ان تجلس الولايات المتحدة على طاولة المفاوضات لدفع عملية السلام في اوكرانيا يعني ماكرون كده بطريقة او باخرى بيقولك ان الحل والرابط وكل حاجة ممكن تتعامل في اوكرانيا في يد مين يد الولايات المتحدة اذا يعني الرئيس دي لينيسكي ليس له اي اي اعتبار لا يقدر يقول اه ولا يقدر يقول لا هو مجرد يعني كن بارس محطوط او لابت العرائس المتحركة وهو بيحركوه زي ما هم عايزين اذا ماكرون جب من الاخر قال لك الولايات المتحدة هي اللي تقدر تعمل سلام في اوكرانيا لان احنا مش ممكن يستمر الوضع بهذا الحال في اوروبا وليقول لهم احنا تعبنا واحنا ملناش زنب اوروبا ملناش زنب ولكن اوروبا يلا دفعت فاتورة الحرب في اوكرانيا سواء باسلحة سواء بارتفاع اسعار الغاز ودفعت ثمنه زي ما قال ماكرون اربع اضعاف من الولايات المتحدة طيب اه رئيس الشيشان قدريوف بيقول لك سمعت ان فرقة النسور اه الامريكية وصلت الى حدود اوكرانيا حسنا ان كنتم رجال واجهون هو قال كلمة النسور وقال كلمة تانية انا ما اقدرش اعولها اه فيعني بيقول لهم ان كنتم رجال تعالوا بعد ما صرح قائد فرقة 101 اني مستعدين لدخول اوكرانيا قال الرئيس بايدن وان لك الولايات المتحدة لم تغير سياستها ولن نشارك في الحرب بعد ما الكونجرس الاب على الرئيس الامريكي و30 عضو في الكونجرس قال له لا بد من وقف الحرب في اوكرانيا ولن نشارك في هذه الحرب لاني يعني هم مقدرين الموقف كويس جدا طيب في خبر طريف ضغوط اعلامية كبيرة تمارس على الفيفا لطرد ايران من كأس العالم في قطر 22 وسط مطالبة كبيرة بمنح اوكرانيا المقعد يقول لك ان ايران بتساعد روسيا بالطائرات المسيرة وان اوكرانيا تم اقصائها تهدمت ويعني لكني دخلوها مكان ايران انا معرفش الكلام ده صعب جدا يتحقق ومين اللي بيعمل لغوط وهل ممكن يحدث سادة اعتقد لا ديلي نسكي بيقول لك لم نتلقى اي اموال من السبعتاشر مليار دولار الموعودين بها لاعادة الاعمار وطالب تحويل الاموال الروسية المجمدة الى اوكرانيا بيقول لك انتم وعدتونا بسبعتاشر مليار ما شوفناش حاجة يعني كله عم قال لي هو عاد ويدحك عليه باجل يعمل زي ايه لا يمور تلكم كده مالوش دعو بحاجة ويقول لك اني اطالب الاموال المجمدة الروسية تاخدها اوكرانيا طبعا هو لو اخده الاموال المجمدة الروسية روسيا يعني اوروبا عندها اموال مجمدة في الروسيا والولايات المتحدة وكله ياخد الاموال المجمدة وانتم عارفين يعني 500 طائرة يعني متجمدين في 500 طائرة اوروبية مجمدة في روسيا فده مبلغ كبير جدا مليارات كبيرة جدا وكله يبدو يكمل يجمد يعني فالموضوع مش سهل عم زلينسكي زي ما أردت لكم هل ينقلب شعب أوكرانيا على زلينسكي استياء سكان أوكرانيا من تقاعص السلطات عن التعامل مع حالات انقطاع الطيار الكهربائي في العديد من المدن يكون انقطاع الطيار الكهربائي أطول بكثير مما تقوله السلطات وهنا يصير غضب كثير من المواطنين من أن السلطات والمسؤولين يخدعون الناس هنا حتى هنا في أوكرانيا بيقولك الحكومة بتخدعنا وبتضحك علينا طب الحكومة ضربت كل ملاكز الطاقة وزلينسكي قالك قد تصل إلى مية في المية يعني الراجل ما كذبش قالها صراحة والشعب بيقولك ان الحكومة مش قادرة توفر الطاقة وبتخدعنا وبتاخد يعني الجنود بالعافية يحربوا وهم مش عايدين يحربوا وهل السؤال بقى بعد الكلام ده هل يحدث انقلاب في أوكرانيا هل ينقلب الجيش على زلينسكي ويخلص الموضوع ويفهم ان أوكرانيا كانت لعبة في ايد ناس وبتحارب حرب مش بتاعتها وحرب يعني هي دخلتها اصلا غلط يعني روسيا واكرانيا دولة واحدة ودين واحد دايما قلنا البابا وهم مسيحيين وان كانوا اوكرانيا او روسيا ولغة واحدة وعرق واحد واصل واحد وتلاقي في اوكرانيا وروسيا يعني نسايب يعني وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بيقولك انا اعلم الاوكرانيين جيدا لان والدتي اوكرانية يعني الموضوع دايما بيقوله الزج في الدقيقة يا جماعة فالموضوع مش قد ينقلب الاوكرانيون على ديلينيسكي او ينقلب الجيش على ديلينيسكي اعلنت قيادة حلف الناتو عن نقل وحدات اضافية من القوات الامريكية والاسبانية والفرنسية الى رومانيا لتعديد الجبهة الشرقية على حد تعبرها يعني عايزين يحطوا جنود على حدود روسيا لتعديد الجبهة الشرقية ويعني كيفين ان روسيا تخلص على اوكرانيا وتدخل على بولندا وعلى فنلندا وعلى كل الدول الحلف الناتو ابلغت روسيا رسميا ما لا يقل عن خمس عواصم غربية ان اوكرانيا تخطط للقاقة نابل النووية على الاراضي الروسية وهنا الاراضي الروسية منطقة دونباس بعد الاستفتاء صارت مناطق روسية وتعتبرها مناطق روسية وان الكنبولة النووية ستنقع يعني او الكنبولة القادرة حسب مداعم روسيا ستضرب على دونباس اسمع بقى اوروبا اوروبا خلاص تابو ودير الدفاع البريطاني مستعدون لمساعدة موسكو وكييف في التواصل الى اتفاق لوقف اطلاق النهار قبل كده بوريس جونسون بيقول لك لا بد ان تنتصر اوكرانيا الوقت يقول لك احنا مستعدين نساعدهم حتى يصلوا الى وقف يعني اطلاق النار مقرب بيقول لحرب في اوكرانيا تغير حياتنا ولا يمكن ان تدوم احنا اللي بندفع التامن يا جماعة وزير الدفاع الفرنسي بيقولها بلغة روسيا حرص باريس على حل السراع سلميا اوروبا كلها بتقول لك عايزين حل يا امريكا عايزين حل يا بابا عايزين حل يا بايدن عايزين حل لكن مين اللي بيدفع الفاتورة اوروبا تزامن صريح يعبر عن تغيير نبر التعاطي الغربي مع موسكو اسمع بقى الخبر ده قالت زي ما انا بقول لكم بحب لغة الارقام قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستيليا ان عجل الموادنة الدولية الاوكرانية العام المقبل يقدر بحوالي ثلاثة مليار دولار شهرية هذا دون الاخذ بعين الاعتبار الضرر المحتمل في المستقبل يعني اللي حاصل للوقتي ثلاثة مليار شهرية اه وانا يعني اذا استمرت عملية التفكيك فان السقب الاسود يعني اوكرانيا السقب الاسود سيكلف الغربة اكثر يعني من الاخر اوكرانيا فقرت اوروبا ورجعتها لعاصر الحطب للوقتي الحطب في اوروبا بستمائة يورو طن الحطب بستمائة يورو فنتمنى السلام للعالم وان يقف الحرب في كل انحاء العالم وان يعمل السلام وتحياتي لكم اشتركوا في القناة حتى يصلكم كل جديد محدثكم ظريب العديد اشتركوا في القناة حتى يوميووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو